يا سادة احنا النهاردة تكلمنا وبوضوح عن نموذج راقي اسمه نموذج التحرر النموذج التحرر له التحرر من الإدمان إدمان الغضب إدمان الديق إدمان الوجع إدمان الألأ كل الإدمانات دي عندنا نموذج ربنا سبحانه وتعالى جعلهن في هذه الأيام المباركة نموذج رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمعراض في سبع خطوات لو سن عليهم هيتحقق النموذج ده وإحنا كمان قلنا شوية إجراءات أرجوكم نرجعوا للإجراءات دي للسبع خطوات دي خطوة الاعتراف والتوبة والمبادرة بالتوبة خطوة يقين من أنك في سلام وأمان الله خطوة الحياة من الله خطوة العرفان أن تعرف الله بأنه الملك وليس إدمانك ونعاية العالم فحياتك بيد الله ولست عبدا لشيء خطوة أن أنت كمان لازم تعرف أن أنت تغير من صحبتك بعد العرفان عشان دي السماء اللي قابل فيها رسول الله سيدنا هارون خطوة الستة هي خطوة أن أنت كمان تبقى تدير ضغوطك عشان ضغوطك ما تحولكش إلى إنسان منتكس آخر حاجة عليك بالصبر والثبات وده اللي تعلمناه من سيدنا إبراهيم وبكده تبقى مشيت خطوة ومشيت الطريق بتاع السبع خطوة للتعافي من الإدمان فيه إجراءات كتيرة إحنا ذكرناها في الحلقة أرجوك رجع لها وهذه إجراءات كلها بتصب في أنك أنت تتغير وتخرج من إدمانك اللي هو سجن إلى سعة رب العالمين وتبقى في منت وفراحة أن أنت وسع عليك وكأنك بقيت في صدرة منتهى الحياة لما تكون في سعة مولاك يا رب العالمين أكرمنا واجعلنا من الآمنين في كل وقت وحيد